أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية أن يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية القادمة مبادرات ومشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على المواطن العربية وفي كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته المئة والخمسة قال أبو الغيط إن الأحداث المتلاحقة التي شهدتها المنطقة العربية خلال الأعوام الماضية أثبتت أن المبادرات والمشروعات التقليدية لن تؤتي ثمارها إذا ظلت على حالتها التقليدية في هذا العصر سريع التغير